السلام عليكم كيف الاحوال نتمنى تكونوا باخير والاخير الفيديو ديال اليوم غاديكون عبارة عن واحد المقارنة بين كرسي الحمام المعلق والارضي السلبيات والايجابيات والطريقة ديال التركيب والقياس ديال كل نوعة فيديو غاديكون متميز كما عودتكم تابعوه الى الاخير ولكن قبل ما البداء غادي نفكركم تهبطول تحت وتعملوا واحد اللايك لانكم كتنسوها ولكن نتمنى هاد الفيديو اللقاء فيه العدد المشاهدات بعدد اللايكات واول حاجة غادي نبدلكم بها هي المميزات ديال الكرسي المعلق هاد الكرسي اللي بزاف ديال الاخوان كيأجبوهم بحكم الجمالية دياله والاناقة دياله ولكن دائما كيتخوفوا منه بحكم ما كيعرفوشي الطريقة التركيب ديال هاد الكرسي والطريقة ديال الصيانة دياله وفهال فيديو غادي نوضح لكم النقاط كاملة غير كملوا معايا الى الاخر واهم ميزة من مميزات الكرسي المعلق انه ما كياخدناش المساحة في الحمام ديالنا اقصى مساحة كياخد هي 60 سنتيمتر بحكم ان هادك الميكانيزم دياله كيكون مخفيف في الحائط وبالتالي فهو صالح للحمامات اللي كتكون ضيقة ولي ما كيكونش فيها العرض بزاف بخلاف كرسي الحمام بالارضي اللي قدر يوصل الطول دياله حتن 80 سنتيمتر والميزة الثانية هي النظافة هاد الميزة اللي كتعجب جميع النساء بحكم انه معلاق وتقدر تنظف تحت منه بسهولة وايضا الجوانب دياله فهي كتكون محكمة الغلق في الحائط يعني ما كتبقاش تما لفتحات لوالو يعني ما كتتجمع الناش البكتيريا ما كتتخرج ناش الرحم نزما عكس من كيكون عندنا الكرسي الارضي واهم ميزة غدي نشير ليلا هي الطريقة ديال الصيانة ديال الكرسي المعلق بزاف ديال اخوان كيدونو بانا ذاك الميكانيزم حيز كندفنو في الحيط اذا وقع في شي حاجة خسنا داروري نهارسوا الجدار ونزولوا الزليج باش نقدروا نغيروه ولكن راها فكرة غلطة عند بزاف ديال الاخوان اذا بغينا نديرو الصيانة هاد الكرسي يكفي نحيدو هاداك البواطا فين كيكون عندنا المكان فين كندغطو على الماء ثم غدي نلقوا واحد الفتحان قدروا نغيرو بها الميكانيزم كامل ديال هاد الكرسي دابا غدي نعطيكم بعض القياسات سردو معها البل اثناء التركيب الميكانيزم ديال هاد الكرسي اول حاجة هاداك الميسمارين اللي كيكونوا خرجين من الميكانيزم فين كي تركب الكرسي خاص العلو دياله ميكون على الزليج 33 سنتيمتر وطبعا نيجي يركبو المعلم خصو ياخد بعين الاعتبار القياس اللي غدي يخلي نزليج والفورما عادي خلي 33 سنتيمتر شوفوا معي هاد البلاسة اللي اثرت لكم عليها هي البلاسة ديال المصامير فين كي تركب الكرسي كتكون ربعة ديال البلايس جوج بلايس كيكون بيناتهم واحد المسافة ديال 18 سنتيمتر وجوج بلايس وحدين اخرين كتكون بيناتهم 23 سنتيمتر بطبعا نيجي تكترد البلايس مع المعلم وتقول له القياس اللي بغيت يخلي لك وشي يخلي لك هاداك المسمارين فين اتركب الكرسي ديالك وشي يخلي لك فيها 18 سنتيمتر او لا 23 سنتيمتر حيث اذا خلال لك واحد القياس من عنده مثلا خلال لك واحدة 23 سنتيمتر ومشيت انتين 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 انتشري الكرسي والقيت الموديل اللي اعجبك بالتمن مناسب لك ولكن كتلق القياس اللي فيه غير ديال 18 وبالتالي المعلم يخلي لك 23 وبالتالي قبل ما تركب الميكانيزم خصك تكون ديرتي واحد الجولة في السوق وشوفتي الكرسي اللي عاجبك واللي غادي تشري وتكون يعرفتي القياس ديالواج ديال 18 او لا 23 وتقول المعلم يخلي لك القياس المناسب وايضا خص المعلم هذك الميكانيزم يركبوا مباشرة على البلوك او لعلى الجيدار بلا ما يكسطر هذك الحيط الاساس لانه يكون ضعيف ومن بعد عد كيبني عليه اذا كما شفتوا معايا الكرسي المعلق عنده عدة ايجابيات وفي الحقيقة كيبقى هو الاختيار الامتل عنده سيلبية واحدة وهي ان التمن ديالو كيكون طالع شوية وخصوصا اذا اخذتي واحد المركة اللي هي عنده جودة عالية ومركر اللي هي معروفة ودابا غادي تشوفوا معايا الكرسي الارضي وهذا الكرسي فيه جوج انواع يعني على حسب هذك الفتحة اللي كتكون عنده كين اللي كتكون عنده فتحة في الارض مباشرة سنك تثبط في الارض وكين اللي كتكون عنده فتحة جدارية وكين ما كتشوفوا معايا هذ نوع عنده فتحة جدارية ولكن عن طريق الكود كان قدروا نديرو الفتحة ديال الصرف نديروها لو في الارض ماشي في الجدار وهذا النوع ديال الكرسي ديالحمام هو اللي كنستعمله بصورة كبيرة في المنازل ديالنا يعني هو اللي منتاشر رغم انه عنده عدة سيلبيات من بينه ان هذ البلاسة ديال الكود ثم ما كتجمعنا الاوساخ كما كتشوفوا معايا ما كتنظفش بسهولة وايضا تقدر تخرجنا الرائحة من هذك المكان هذك يعني خسنا دائما نردو البال ونعودو نديرو السيليكون السيليكون اللي يكون نوعية جيدة باش الرائحة ما تخرجناش من ثم والسبب اللي كيخلي لاغلبية الحمامات ديالنا مخدومين بهذا النوع ديال الكراسي هما المعلمية لانهم مولفين بهذا النوع ديال الصراسيو ما كيبغيوش يغييرو كيتخاوفوا من من التغيير من اي حاجة جديدة اليوم عمرو مخدموها كيتخاوفوا منه وكتلقاهم دائما كيدرون نفس اسطلاسيو في اغلبية ديال المنازل بخلاف كينا نوع اخر ديال الكراسي اللي كتكون عنده الفتحة ماشي جيدارية كتكون عنده الفتحة التحت كيما كتشوفوا معايا وهذا النوع ديال الكراسي كيما قلتلكم كتكون عندهم الفتحة التحت وكيجوا مباشرة فوق الفتحة ديال الصرف وهذا النوع كيكون عنده عدة ايجابيات من بين انه ما كيكونش عنده هدك الكوع يعني الفضلات اعزكم الله كتنزل مباشرة في الفتحة ديال الصرف وانتوما كتعرفوا بان هذك الكوع كيكون هو المصدر ديال الروائح في اغلب الاحيان وتمك كيكونوا حد تجمع ديال البكتيريا وديال الاوسخ وباش تجينا هذك الفتحة اللي كتكون في الطوالة ملتحت مباشرة فوق الفتحة ديال الصرف غدي نعطيكم هنا يا بعض القياسات اللي اخسكم تراحيوها منيسكنو كتديروا هذك الفتحة ديال الصرف كيما كتشوفوا معايا هاد الخط هو الجدار خسنا نخليو خمسة وعشرين سنتيمتر حتى المركز فينا هتكون عدنا الفتحة ديال الصرف اما نخليو خمسة وعشرين سنتيمتر اما نخليو ثلاثين سنتيمتر لانا في السوق كينا الكورسي اللي فيه ثلاثين سنتيمتر وكينا الكورسي اللي فيه خمسة وعشرين سنتيمتر بطبيعة الحرة انا كنتكلم على الكراسي اللي عندهم الفتحة ملتحت اذا اقلت القياس اقل من هذا القياس او لا اكثر سوف يجي هذا الكرسي ماشي ولكن سوف يضطروا تحويله يعني سوف يجي مباشرة الفتحة الكرسي مع الفتحة الصرف وقبل ما تدروا هذا الاسطلاس يوم الاحسن تدروا واحد الجولة خفيفة في السوق وتشوفوا الكرسي اللي سوف يأجبكم وتاخدوا القياس لغش 30 او 25 واعطوا للمعلم القياس مضبوط باش يجيكم الفتحة الكرسي على الفتحة الصرف وما اضطرواش تدروا هذا الكوع هذا اللي كتشوفوا معايا وانتمنى هاد الفيديو يكون اعجبكم واستفتوا منو ما تنسونيش من لايك ومن تعالق الجميلة ديالكم وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة